السلام عليكم مرحبا بكم بالدرس الجديد من دروس البيهجاء اكاديمي درستنا اليوم هو إيفريمز ما هو إيفريمز؟ هو أنك تأخذ الفريم بحال الذي قلتي كادر تأخذ واحد البلاسة في في الباج ديالك وكتدير فيها لفيشاج ديال واحد لباج واحد أخرى أو لواحد السيت آخر هاد الإيفريمز ممكن تكون لحتهم في بزبت الحواج من بينهم أنك بعد المرات تدخل واحدة لباج وكتلقى ست منها سيت آخر ممكن بعد المرات مني كتبغي تفرج في الماتش ديال الكورة تلقى واحد ستريم في الباج ديال مثلا ذاك الماتش ديال يديرو لك واحد الإيفريم باش انت تتبقى عندهم في السيت ديالهم ولكن انت كتتفرج نومال من في سيت آخر باش بلما يستطيع أصابتك السيت آخر كل شيء يبين عندهم في السيت ديالهم إذاً ندوزو دابل التطبيق كان واحد ديشانجمون اللي غد تلاحظوهم كان لدينا هذا المريض جوجت الباج كان هذا الباج اسمتها بعد وكانت الباج الميزانجمون اللي كنات خدامين بها أقبل وهي إندكس هادل باج هادي إذا بريدت إلاء الكود والسرور ستتجدوه هده تحت ديال الباج بجوج بالطبع كان ديال هدي وديال هدي نسبة للناس اللي قادرين أن يتبعوا بغاية فهموا ما هو الإيفرام بدلا تكوبيو هذا الشيء يتبعون معنا السترائيل ديال الباج وستعطي واحدة من برداتهم نجد حتى تحطوهم اذا أردت تحطوهم واحدة 8 دوسية عادة . لا يوجد مشكلة غير ان تحت اوحدة وحدة واحدة وست 8 دوسية لا تليس يعمل لكم تمرين حتى ان شاء الله نصل لدرس نشرحه علش نراجعوا لأمام الكوتسوس سنقوم بـ About سنقوم بشاشة هذه هي About ستلاحظوا أن الحاجة و هذه المنطقة التي زيدها فيها من شيء التي قرأنا ولا أحدها زيدة أغير طبقناها وقامت بـ div كي نضغط لها موضوع التكست وهو نفس الستيل الذي كنا قامت بها في index لا نريد أن نضغطها في paragraph لكي لا تأتي كلها موضوع بكادرية لحظة نريد أن نضغط كلها في text كلمة جمعناهم في div وقامت بها هذا إذن الـ i-frames وقامت بـ بالنسبة للـ i-frames أتلاحظوا أنني هنا خليت واحد العنوان لذي كنا قامت بها فيديو قبل السميناه فيديو بدلت ودرته Articles هل تشوفوه هنا اللي هو هذا Articles عندما بهده Articles بغيتو يافيشي ليه مثلاً بديز أغتيك او لو بغيتو يافيشي ليه مثلاً هذي كلاب باش ديال About كيفاش غادي نديرها كان نمشيل هنا مثلاً نسمي هده Articles نسميها About والولاني عندما بعد نغيره ندير Articles عادي نجي هنا وغادي ندير Bally's iFrame Bally's iFrame هي Pair بمعنى عندها الفيغميتور دياله بحل مع كده في عاجوش وشنو كنكسبوه عند هذه الآتخيبي اللي هما ضروريين او الآتخيبي اللي هو Source السوخس كتقوليه شنو بغيت اافيشي في هاد ال iFrame هذي نعطيوه مثلاً اسمية الباش ديال نحن هي الثانية اللي بغينا اافيشي وهي About.html هذي نديره هذي نديره About.html وغادي ندير Save وغادي نمشي للاباج ديالي وندير Actualize غادي تلاحظوا ها هي لباج وهو التكست دياله بسيان هنا لأتلاحظوا أن مفيه المقابلة صغيرة على اغلاب نبغيت نكبيره و ما ندير؟ نفس التكشي اللي كندير دائما زي نجيو وفدي نتحكمه في الصغير والهيد من خلال هذه المقابلة لأسواة أن نديرهم Direct نحن معاك height ندير مثلا 450 بيكسل وندير وندير غير 300 بشيب قناة بلاصة نوريكم اكزمبل اخر وبالنسبة الويد ممكن نديره سواء لطاية ديال لاباج سواء نديره مئة في المئة ندير نوريجستري سننذهب اذا نلاحظوا معي دابا لاباج سواء لطاية ديال هاد الفونتر إذا صغرتها صغار معها كبرتها ستكبر معها يقول لك هذا الشيء مزيان ولكن لو انه غير ما كانش هاد البوغ ديال سهل ممكن انك تبدل البوغ ديال غير شنو غادي نديره ونحن نبدل البوغ ديال غادي نبدل احتاج لطاية نوريكم الطريقة اخرى انكم ستعطيو اللطاية هي عن طريق الباليس استيل ارغب انك تدير هايت ودير دو بوان تدير داشح اللي اعطينا 300 بيكسل وتجي هنا وتدير الويدد وتدير دو بوان ودير مئة في مئة وتجي هنا وتدير بوردر والبوغ ديال وتقول لي نان بغيس والو نان بالطبع فيها او واحدة نان وغادي تدير انجستري تمشي تعال تشوف وغادي تلقاو انه ومشى البوغ ديال ولكن غايبقى بطبع لا بغادي فيلمو حين تلطاية ديال هاد الاب باج ماشيق تلطاية اللي اعطينا احنا يعني اللي هو 300 بيكسل نفترض اننا لو نقصنا التكست خلينا غير بغاقراف واحدة ففي هاد الحالة غادي تولي تبلغ بحالة هي الطرف من هاد الاب باج ماديش يبقى ايبان فيها لا بغادي فيلمو بيعنا انت مغادي تفهم والو واش هي مكتوبة مع الاب باج او لا ما انتغرينها وعلاش احنا ما نديروها اشقع ونفكر اسنا ونوريكم غادي نحيي ذات الشي كامل غادي ندير هادي هاكا غادي نغوج استريع لو خليت بغاقراف واحدة اذا فاش نرجع لموديفكاسيون درناها في اباوت ولكن غادي سبالينا فاد الاب باج هادي وهنا انفو متانا لو اننا خلينا قل من هاكذا شي حاجة بسيطة غادي ندير بحال معاكا غادي ناكتياليزي هايا اذا اهنا ها تلاحظوا ان عندي الصفحة ولكن موقعش عندك البغد فيلمو بمعنى بالنسبة للناس اللي غا تشوف الاب باج غايت تسحب لي بلاد شي كل شي مكتوب في نفس الباش اذا كان عندي سواء الحل ديال انني نكبر ونرجعوه سواء انني نكبر الاتاي اللي هو ديال الهيط ولكن ما بغيناش احنا نكبره الاتاي اذا حايدنا غير نقصنا من الكونتوني واعطاني هاداك الشكل اللي بغينا دابا كينا واحد الحاجة اخرى من غير هذا الشي هذا ممكن انكم تغيروا البغدير بالطبع على هذا الشي اذا شو تتقلبوا على اللي بغدير في الساسس غادي اعطيوكم معلومات كتر وممكن تأبليكوه منها الشي هذا هو المهم عندنا مهم عندنا هو الافريم اشنو بقي ممكن نقدروا نعرفوا عليه ممكن نعرفوا عليه واحد الحاجة المهمة بزاف واللي هي ممكن انك تجيب ديز اغتيكل او لا شي حواجه اخرى من سيد اخر كيفاش نجيبهم من سيد كتب الليان كامل بحال ما اكدر نتعلم الويب والباجر اكاديمي فون كوم هادي ندير نخلي هاد نفس هاد لي طيادو انجيستخي واتلاحظوا ان هاد المرة يجيب لي السيد ويب دياني هادي نمشيوا الهنا اكتياليزيو لاحظوا انه غادي تشارج هانا السيد لاحظوا معي وهنا يبدو كيعطيني ليس اغتيكل اللي كانين في السيد ممكن نجيب صفحة كيف تكلمت لكم ممكن نجيب صفحة لابا مثلا لا شي واحد غير كمية على مقام مركزين عندك الميتال ديال الكورة من اللي كيكون اولى الافلام من اللي كان من اللي كان من اللي كيكون شي ستريم وكيكون عن شي باج ممكن انك تهز هاداك تدير لها واحد الافريم وتانتغريها هنا وخا غادي تقول يا ممكن شو حدين جربة وما تخدمش هاداك شي واحد القوالب أخرين اللي كيدرون من الناس باش ما يمكنش لك تزليه سيت واب ديالو وتحطو سيت واب ديال كيكون واحد القوالب باش المهم ما يتافيش هاداك كونتوني إلا على نفس ذاك نوندو دومين اللي مثلا هو اسمته نوندو دومين بوانكم إلا مالقاش هاداك السمية ما غاديش يتافيش للكونتوني إذا كان هادي نظرة أولية على شنو ممكن نديره بالآي فريم بهالطريقة هادي كان واحد حاجة أخرى اللي هي أنك تدير واحد له ليه اللي غادي خلي يقافيشي لك أشنو بغيتي مثلا غادي ندير هنا يا أغتيكل ولكن غادي نديره على شكل ندير بحال ماكدا غادي نديره على شكل أنكر اولا ليه بار تكست وغادي نجيل هنا ندير آ هادشي انتم ما شفتوه معي قبل مشيشي حاجة جديدة وغادي ندير بحال ماكدا وغادي ندير مثلا مجدد 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 وتبعه معي مجدد حيث هذه هي أهم نقطة في هذه الكورة اليومية ممكن أنك تجيل هاد ال i-frame اللي صوبتي هنا وتقول لي هاد الشي مجدد ولكن هاد السورس نحيئده وغادي نجيل هنا وغادي نجيل هنا وغادي نعطيه واحد اسمية هاد ال i-frame اللي هو هاد الكادر سمي ندير مثلا مجدد وسميه مثلا مجدد 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 وغادي نجيل هنا ووغادي نجيل هنا ووغادي ندير انتم معارفين أن فليليا ضروري ما أعطي حرف مجدد وغادي نستطيع مجدد وغادي ندير هذا وغادي نقول انه وغادي يحليه اشرف ايقال وغادي نكتب اباوت بوان اشتامين افتوا اللي اجدت بحال ما كده حينت هذه الصفحة عندنا كينا في البرو ما نحتاج ندل الاش تي 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 بوادك شي بينما هادي واحد صفحة اللي كينا اي بيرجيه في واحد سيرفر على وصبقت لها الاش تي 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 باش مشي يقلب عليها مزيان ده ببقى حاجة اخرى واللي هي تارجيت 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 بحال مع هكذا وهدي كنا شفنا فين بغيتي تتحل هاد الاباج دابا هنا فين القادية مزيانة انتما كتبول شلي بغيتي تتحل هاد شي مثلا في نتخ واحد اخرى او لف واحد اللونغ لي واحد اخر كتبول لي بغيتي تتحل في المين بحل قلتي لي حلية هاد الاباج فهذاك الفريم فهذاك الكادر اللي اعطيتك ونفس القادية Coopi Koray نضihin ها للوليانحون بمعنى اخر من الي تلكي على اول ارتكل يفتحلك site web او لنضيفه هنا ملي تلكي على site web يفتحⅠase web هنا ملي تلكي على about افتحلك الفريم هنا قبل نحقه هنا تحديث ترسل على زجاجك أدراج الحصائุ تتضح على سيتواب حسنا سيتواب تتضح على أباوت هذا الخصوات سأتمنى الماضي وجدت من النحن جيد أثناء تحديث لإلداء سيتواب إلا تحديث اسيتواب تكون الماضي الماضي الاختار بعدما تعلم الدرس والكونتوني بالوسط وبحال ما يكون عندك واحد الفوتر للتحت أنك تكتب فيه السميس والكابيرايت ديالك وهالطريقة هذه إذا أن هذا الدرس هذا مهم بزاف خذكم ضروري ما تفهموه كله كان شيء تساؤل خليوا اللي كومنتر التحت وقد نعود نرجع عندكم ونجاوبكم شكرا على التتبع ديالكم وشوفكم في فيديو جيه إن شاء الله